لجنة مراقبة الأسعار والمنافسة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سلع تقوم بجولة ميدانية في رحبة الحبوب والقطان والسوق المركزي لمعاينة أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية ومدى جودتها تنقوم يوميا بتلقي الأتمين المعمول بها في الأسواق المحلية وتنحاولون قارنها معامنا في الفترة من السنة الماضية لكي يكون لدينا مؤشرات تتبيهنا مدى مناسبة المواد والأسعار للطرفية الرهينة الزيارة الميدانية هذه تعد حملة تحسيسية وتأطيرية للتجار للالتزام بالقوانين في إطار مراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك إذ عاينت اللجنة خمسا وثلاثين نقطة بيع في الأشهر الثلاثة الأخيرة قامت اللجنة بسبع وأربعين جولة في نفوذ تراب العمالة حررت إثرها محاضر مخالفات تهم عدم إشهار الأثمنة ومراقبة شروط التخزين والنظافة والتأكد من صلاحية المواد إذ تم إطلاف أربعمائة كيلو جرام من المواد الاستهلاكية